طيب هل تدهر ده السؤال بقى المهم هل تدهر البرستاتا ممكن يؤدي إلى سرطان؟ بصي لا هو مش ترك البرستاتا هل سؤال هل تدخم ببرستاتا الحميد هيقلب بسرطان ببرستاتا الخبيث أو بورم خبيث في البرستاتا؟ لا ورم ببرستاتا الحميد ما بيقلبش خبيث بس هل ممكن يحصلوا الاتنين مع بعض؟ ممكن يحصلوا الاتنين مع بعض عشان كده في حاجة اسمها الـ screening أو عملية المسح يعني المريض أول ما بيجي عند 50 سنة وفي بعض الدول بتقول من أول 40 سنة كمان بيبدأ يعمل حاجة اسمها الـ PSA أو دلالات أورام البروستات ودي بتتعامل بريوديكال يعني لو إحنا لقيناها في الأول كويسة قوي ممكن نعملها كل سنتين لو لقيناها عند المريض عالية أو رقم وصل أعدة لأربعة بقى خمسة أو ستة وبقى فيه احتمال أن يكون فيه كانسر بروستات بيتكون هنا ممكن نعملها كل سنة بنشوف هل دلالات أورام دي بتزيد بسرعة ولا لا بناءً على كده لو فيه كانسر بيتعالج سريعًا بدري قبل ما ينتهي